عودة بالنقاش والتحليل لأزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وفرصة جاءت على طبق من ذهاب رئيس حزب أزرق أبيض بني جانس بعد فشل رئيس الوزراء الحالي بن يامين نتنياهو في تشكيل الحكومة هل ينجح جانس فيما فشل فيه نتنياهو؟ نتابع أولا هذا التقرير نتنياهو أعادت تكليفة وأصبح للمرة الأولى منذ أكثر من عقد رئيس حكومة تسيير أعمال مع احتمال خسارة موقعه في حال نجاح منافسه بين جانس بتشكيل الحكومة نتنياهو يراهن على فشل جانس في المهمة ويحاول الحفاظ على وحدة كتلة أحزاب اليمين وعدم ذهاب أي من مركباتها إلى حكومة برئاسة جانس وجر الأخير للكبول بخطة ريفلين التي تبقي نتنياهو مع صلاحيات رئيس حكومة حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده خلال الأسبوع الأخيرة قمت بكل جهد ممكن لجلب بني جانس لطاولة المفاوضات بذلت كل مجهود لإقامة حكومة وحدة وطنية موسعة عملت ما بوسعي لمنع انتخابات ثالثة إضافية ولكن للأسف الشديد فقد رفض ذلك بعد حصول جانس على التفويد لديه 28 يوما لتشكيل الحكومة وفق تصريحات مقربيه سيحاول أولا تشكيل حكومة وحدة مع الليكود من دون كتلة أحزاب اليمين وهناك من يتهمه بأنه ينوي تشكيل حكومة أقلية مع أحزاب اليساري وبدعم القائمة العربية المشتركة وهناك من يراهن على فشله رغم أنه بدأ صباح اليوم في قمة التفاؤل أنا دائما متفائل والتفاؤل طريقة حياة سننطلق إلى العمل وسننجز المهمة فشل جانس في تشكيل الحكومة يعني إعادة التكليف إلى الكنيسة وإعطاءها مهلة 21 يوما للتوافق على رئيس حكومة من بين أعضائها وإلا فستجد إسرائيل نفسها في انتخابات ثالثة ربما في منتصف مارس المقبل هناك في إسرائيل من يأمل بتقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو في أسرع وقت ممكن لإزاحته من المشهد السياسي وفتح الطريق أمام جانس أو مرشح من الليكود لتشكيل حكومة وعدم الذهاب إلى انتخابات جديدة قاسم خطيب سكاي نيوز القدس معنا من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو جانور أهلا بك سيد جانور سيناريوها تعدى تنتظر جانس وتشكيل الحكومة عموما في إسرائيل كنا ننتبهها قبل قليل مع مرسلنا في القدس أكثرها ترجيحا باعتقادك سيد شلومو جانور أعتقد بأن كل الفرص متاحة ولكن هناك مبدأ واحد متفق عليه وهو عدم رغبة الجمهورة الإسرائيلي بالتقدم مرة ثالثة إلى صندوق الاقتراع لذلك لكلفة هذه الانتخابات من جهة وأيضا أنه مضى على الأزمة الوزارية الحالية نحو السنة كاملة الأمور معطلة جميع القرارات التي من المطلوب أن تتخذ معطلة مجمدة أي هناك أزمة وزارية مستعصية لا نرى أنه هناك بوادر من الحل في المستقبل ولكن مع ذلك هناك إمكانية للخروج من هذه الطريقة المسدودة بواسطة لا سمح الله حدوث ثلاثة أمور في حال حدوث أزمة أمنية على إحدى جبهات إسرائيل الخارجية وهذا قد يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة ستتخطى جميع الفوارق السياسية القائمة حاليا هذه إمكانية أولى وهذه إمكانية واردة إمكانية ثانية هي تفاكم الوضع الاقتصادي والعجز المالي الضخم الذي يواجه أي حكومة إسرائيلية مستقبلة ولذلك يدعو إلى وضع خطة اقتصادية خطة طوارئ اقتصادية وهذا طبعا يتطلب إلى توحيد الصف الإسرائيلي لمواجهة هذا التحدي والإمكانية الثالثة هي في المجال السياسي أي عندما ستطرح الإدارة الأمريكية الشق السياسي من مشروع صفقة القرن كل هذه الأمور ربما ستدعو الجمهور الإسرائيلي والساسة للسياسيين إلى تشكيل الحكومة ومن ناحية نتنياهو بالتحديد الذي خرج من المشهد على الأقل لغاية اللحظة قد يغادر موقعه كما تقول بعد الترجيحات إلى السجن خصوصا مع قرب توجيه المدعي العام لاتهامات رسمية له بالفساد يعني بالتأكيد نتنياهو سيفعل المستحيل من أجل تفاذي هذا المصير ما الذي تتوقعه في هذا الإطار سيد شلومو جانور نحن في سباق مع الوقت سباق السياسي أي المدة القانونية المتاحة لجنس وأيضا للكنيسة في تشكيل الحكومة في حال فشل جنس أو فشل حتى الكنيسة بتكليف أحد أعضائها بتشكيل الحكومة أي التوجه إلى الانتخابات القادمة في مطلع السنة القادمة أي نتنياهو سيضل في منصبه هذا هو التوقيت السياسي من جهة التوقيت الثاني غير المعروف هو متى سيصدر المستشار القانوني قراره بالنسبة لاتهامات الموجهة لنيتنياهو من جهة ومن جهة ثانية متى ستبدأ المحاكمة الفعلية وهذا من الأرجح أن تبدأ على الأرقل في نهاية العام القادم عشرين عشرين وهذه مثل هذه المحاكمة بالرغم من اختلاف التوم التي قد تنسى بليل قد تستمر عدة سنوات وعلينا نذكر هنا بأن القانون الإسرائيلي يمنح رئيس الحكومة الإمكانية بمواصلة عمله بالرغم من مقاضاته حتى انتهاء وصدور آخر قرار في أعلى المراجع الشرعية في إسرائيل إذا كان هذا المصير الذي ينتظر نتنياهو هل يمكن أن يضحي بحزب الليكود ويتحالف مع أبيض أزرق من أجل تشكيل الحكومة برئاسة جانس هذه إمكانية ولكن هي إمكانية ضعيفة لأن نتنياهو أبرم اتفاق مع سائر أركان المعصر اليمين والمتدينين بأنه سيكون معهم إلى آخر مرحلة أي أنه سيتزعم الحكومة القادمة وسوف لا يحيد عن هذا الاتفاق بأي فرصة ولذلك لا أعتقد بأن مثل هذه الإمكانية وردة زد على ذلك بأن بعض أعضاء أبيض أزرق يعرضون إشراق نتنياهو بأي استفاق في الحكومة المقبلة سواء كرئيس حكومة أو كعضو لأنه هناك التغم المنسوبة لي أو هي التي قد تعرقل أو تخيم على عمل الحكومة القادمة من هنا هذه الإمكانية أيضا غير واردة بالرغم من احتمال حدوثها كربما ماذا يتبقى لغانس؟ سيد شلوم جانور ما الذي يتبقى لغانس من خيارات وهو الذي وعد بحكومة ليبرالية في أقل من دقيقة؟ حكومة ديقة ترتكز على الأحزاب اليسار وأحزاب الوسط مع إشراق ليبرمن والاعتماد الخارجي على القائمة العربية وذلك لتخطي هذه ستكون حكومة ضيقة 55 سوطا 67 سوطا وهي أقل من النسبة المطلوبة ولكن معرضة للسقوط في أي قرار أو في أي اكتراح لحجب الثقة عنها وأعتقد بأن اليكود يقبل مرصاد وسيصطاد بني جانس في الأمور السياسية والأمور الأمنية وهذا ما قد يضعف دعم القوامل العربية بحكومة جانس في مثل هذه الحالة أشكرك شلومو جانور الكاتب والبحث السياسي من القدس